يا أهلا بكم في أولى فقراتنا الحوارية الحقيقة الموسم اللي خلاص انتهى ده مليان تفاصيل وخصوصا الجزء الأخير منه مليان تفاصيل تخصنا ولازم نتكلم عنها وبالتفصيل ونتناولها بالتحليل عشان ده اللي حيطمنا على البداية الجديدة في الموسم الجديد إن شاء الله اللي هو كمان الاستعداد لي يلزموا شوية كلام مهم لازم يتقال فأحنا هنتكلم في الكلام ده كله مع كابتن أحمد عبد الفتاح اللي منوارنا في حلقة النهاردة صباح الفول يا كابتن أهلا بحضرتك صباح الخير يا كريم صباح الخير عايزين ابتسامة حلوة بقى نحن كذبانين 4-0 وخلصنا بقى موسم كئيب زي ما كريم كان بيقوله هنبدأ موسم حلو إن شاء الله بس خلينا نبدأ من هنا كابتن أحمد بداية هتبقى إن شاء الله كويسة لأن فيه ثقة أنا وكريم كنا بنكلم في النقطة دي أنا لما أنهي فترة بفوز وفوز حل أربع أهداف ده مش سكور قليل ده يعتبر هاي سكور فبيديني ثقة بعد كده إن أنا أخش الموسم الجديد وأنا شوية عندي تشالنج طبعا عندي تنافس عندي رغبة في استعادة مكانتي مرة تانية وفي نفس الوقت عندي ثقة إن أنا كمان بلعب بالشباب بتوعي وقدرت إن أنا أعمل سكور كويس جدا فاللي جايب إذن الله حيكون حلو نبدأ من هنا هكيد طبعا حاب نبني من اللي فات وكل بي بدأ دلوقتي ببداية موسم نبدأ نعود كمجلس إدارة أول حاجة اللي أنا بشكوره مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن الخطيب اللي أنا بدعمه من هنا من قناة النادي الأهلي أنا ولا ليه مصلحة مع كابتن الخطيب ولا ليه مصلحة في النادي الأهلي أنا ابني من أبناء النادي الأهلي وما بشتغلش في النادي الأهلي وسنين طاولة جدا أنا متربي أنا بلعب في النادي الأهلي وأنا عندي 12 سنة عدت 15 سنة جوة النادي الأهلي متربي على إزاي أشوف رموز النادي الأهلي وأدعم رموز النادي الأهلي وعشرت كابتن الخطيب في مواقف كتير جدا كلاعب كنت بشجع وأنا صغير وكمدير للكورة وأنا كنت لعب في النادي الأهلي عشرته هو عدو مجلس إدارة وأنا كنت لعب في النادي الأهلي عشرته وأنا مشجع للنادي الأهلي وهو نائب لرئيس النادي الأهلي وبطولة كتيرة جدا مع كابتن حسن حمدي وهو دلوقتي كرئيس النادي الأهلي بدعم كابتن الخطيب وكلنا بنقول له إحنا وراك مش عايزين ننسى الحاجات الحلوة اللي حصلت في وجوده وفخر لنا جداً أن وجود كابتن الخطيب كرئيس للنادي الأهلي بأدبه باحترامه بكل كلمة بيقولها إحنا بنفخر وإحنا بنسمعه كابتن الخطيب قيمة وقامة في البلد مش بكلم في كرة بس لا فعلاً لما يكون عندك شخصية بالشخصية دي نكحة شخصية محبوبة من العالم على فكرة مش هقول بقى من العالم يعني محبوبة من الناس اللي تعرفوا جداً حتى خارج مصر كابتن أحمد لما تلاقي كلمات شكر جاية من شخصيات إعلامية وشخصيات رياضية وشخصيات ملهاش علاقة بالمجال أصلاً شخصيات عادية جداً بوستات وكلمات أنا بتكلم كلام دلوقتي لا بنجامل ولا غيره دا الواقع حضراتكم خشوا بصوا عن هذا الكيان أو هذا الشخص المحترم اللي بيمثل نادي بكل ما يحمله النادي من مبادئ أنا ما بردش على حد أنا ليا كياني أنا الرد بتاعي بيبقى يا بالقانون يا بالعلم لعب حاجات كتيرة جداً يعني بجد لا طبعاً أنت بتتكلم على رمز كبير وشخصية محبوبة كلاعب أبل كل حاجة بيدواي أنا بقول كده أنا مش مش تطبيل أو حاجة أنا أقول على موقف بالنسبة لنا أنا كلاعب في النادي الأهلي ومدرب أنا بقالي خمس سوار سنة مدرب مصنف مدرب للدورة الممتاز واشتغلت بقى ندية كبيرة جداً لحد دلوقتي ما اشتغلتش في النادي الأهلي وحاولت كتير أن أنا أخش النادي الأهلي الظروف ساعت ما بتبقاش معي أن أنا أخش أشتغل حتى في قطاع الناشئين وساعت أترفض لظروف معينة برضو ده بقى ما يخلنيش زي بعض الناس أو بعض الرموز اللي عبت النادي الأهلي أن أنا أزعل من النادي الأهلي أزعل من رموز النادي الأهلي أزعل من كان النادي الأهلي وأبقى ضد النادي الأهلي ده ده كلام أنا بقوله من هنا ولا 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 أتكلم أكيد مش بركل يعني معلش أصلا ده لما يحصل من واحد اثنين ثلاث أشخاص بكثير مش حاجة أتكلم عنها أصلا يعني في القوة الآخر اللي عنده مصالح شخصية ده ما يبقاش بحب النادي الأهلي أساسا فهي قصة مش كده مش قصة أنا خدت إيه فأنا قدامها حاملي معلش ده هيا كده أنا من هنا بس بدعم مجلس دارة النادي الأهلي كابتر خطيب إدارة النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي اللي هما برضو سبب ابتسامة في أوقات كثيرة جدا وبطولات كثيرة جدا مش عشان بطولة ولا أتنين خسرناها لا نقول خلاص الجيل ده لا 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 طبعا في حاجات كثيرة أقدموها احنا معاكم الفترة الجاية إن شاء الله تبقى أفضل ولو لسواني عند وده برضو مكون أساسي ورئيسي من المنظومة المحترمة دي العريقة دي النكحة دي جماهير النادي الأهلي الجماهير الموسم ده هو ممكن يكون الكلام ده برضو إيه حصل إلى حد ما الموسم القبلي بس خلينا في الموسم ده لأن ده كان موسم يعني استثنائي من كل الزوايا تحب تقول إيه لجماهير النادي الأهلي اللي وفقها ما بيبنشي غير في وقت الشدة وفعلا كل مرة بيضربوا نموذج يحتزى بيه للكيفية أن هكذا يجب أن يكون الجمهور الوافي الداعم بغض النظر عن الوضع الراهم بتاع الفريق بتحس بدعمهم في لحظات الانكسار أكتر بكتير من فرحتهم في الانكسار فهل جماهير النادي الأهلي ليها خصوصية ليها طبيعة مختلفة ولا شأنها شأن أي جمهور لأي نادي لا طبعا جماهير النادي الأهلي في وقت مختلف أنه متعاود على البطولات متعاود على المكسب لما بيجي فترة انكسار أو فترة أداء النادي الأهلي بيقل أو فيه خسارات لبعض البطولات أكيد الجمهور بيزعل بس بقى هو ده دورك أنت كصديق في وقت للنادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي أنت كجمهور أنا لعبة النادي الأهلي يعتبر أخوي أو صحبي وصديقي لما حس أن صحبي في مشكلة تعبان مريض لازم أتوقف معاه في فرحه أبفرح معاه لكن في الزعل والانكسار لازم أخلفه وفضهره وبدعمه وبقوله لأ أنت فرحتنا كتير إحنا معاك لغاية ما تقف على رجليك تاني إحنا معاك لغاية ما ترجعنا تاني في المنصة التتويج اللي إحنا متعودين عليها لا طبعا دور الجمهور دور مهم جدا مع العابة النادي الأهلي بالذات أنا ما بفعش كلعب كرة في النادي الأهلي ودايما أنا بفرح الجمهور ومفرحه بفرحه في وقت من أوقات وداة طبيعية كرة القدم في مستوى بإعلى مستوى بقل أحس أن الجمهور النادي الأهلي نسي الحسنات اللي أنا عملتها وفاكل بس بعض السيئات الصغيرة أتمنى من جمهور النادي الأهلي وده طبعا منشوفه بيحصل دعم كبير جدا للنادي الأهلي دعم كبير جدا للمجل صدارة النادي الأهلي دعم كبير جدا لكل كيان النادي الأهلي الفترة دي إن شاء الله طيب خلينا نروح لسيراميكا السؤال اللي بدأنا به ونتكلم عن هذه النهاية الجيدة واللي برضو ربما نتيجة ان انت عندك سيراميكا كان داخل خلاص بقى اخر مطش بقى بس دي مش حلوة يعني انا ما كسبتش عشان سيراميكا كان مش مركز او كان مش فارق مع المباراة يعني برضو دي مش حاجة احنا متعودين عليها بس اللي حصل حصل انا بالعب بشباب تقريبا كله الا رمي ربيعة اداء رائع جدا اداء هجومي على عكس ما شفنا الفترات اللي فاتت بس ببعض ممكن يقولك الفترة اللي جاية انا خايف يعني الموسم او هنبتديه وانهاية كانت حلوة الموسم اللي فات الى حد ما بغض النظر عن الترتيب بتاعنا بس انا خايف من اللي جاي شوف بقى ان السؤال ده اللي جاي ليه هو هيندرك تحت كلمة انا خايف انا خايف انا عايز مدير فني مختلف انا خايف بس لازم افضل او يفضل مدير الفني الحالي ان ما فيش حتة في العالم في المناسبة فيش نادي في العالم بيقعد يغير كل شوية وفيش منتخب يغير يغير كل شوية حتى فرق بتبقى تقيلة بتخسر في الدوري الانجليزي الدوري الالماني وغيره ومديرين الفنيين بفضلوا على فكرة معهم لان انت لما بيجيب مدير فني انا بقول على لونج ترم بلان مش شور ترم بلان بقول له انا عايز كمان تلات سنين اخد بطولة كذا كمان اربع سنين اخد بطولة كذا لكن انا مش عايز المباراة بتاعت بكرة اكسب فيها كذا فبردو نفهم دي بيقى طبعا الناس اللي بتقول يعني حظ كويس ان الناشين نادل اهي اللاعب الفترة دي لا مش حظ كويس مفيش كم من اللاعبين الناشين يلعبوا مع بعض في فرقة زي ما حصل مع النادل اهي هم تظلموا اللهم لابوا مع بعض لا هم فيه اوقات ممكن حصلت ايو ساكتن صالح سنين بس جاتهم بوراء على فكرة جاتهم بوراء او اثنين الجيل اللي هو اخد كاس مصر بس بعد كده رجعت اللعب الكبار وبدأ يدخلوا واحد او اثنين هو الظروف اللي هتفيدهم ان شاء الله بإذن الله بعد الرجوع اللعب الكبار بعد الرحل اللي اخدوا ولا انا كنت موجود هنا برنامج قبل كده وفي ظل المشاكل والهزائم قلت لازم اللعبة لازم ترتاح احنا كنا تعبنا وقتها كنا لازم قلنا لازم اللعبة ترتاح ولازم قرار جريم من مجلس دارة النادل اهي ان اللعبة دي ترتاح وفانا حصل لان اللعبة دي كانت خلاص عارف المكنة اللي عندك اللي خلاص مش قادرة خالص عايز بقى تريح عايز تزيتها عايز تتخليها بني قدمين يا جماعة نوصل لمرحلة مش قادرة كمل خلاص عشان تشتغل تاني فاللعبة دي لما ترجع انت عملت تقريرك شفت اللعبة الصغيرة اللي دخلت الناشئين دولا تبدأ تدخل بعد كده في رجوع اللعبة الكبار في ظل التدعمات التانية اللي هتحصل ان شاء الله من مجلس الادارة تبدأ دخل اللعب بواحد او اثنين شوفنا كازا العيب جاية شوفنا حمد سايد غريب شوفنا حارس مرمى على اعلى مستوى اللي انا بتكلم من هنا وبقول حمزة علي اولا مصطفى حمزة مصطفى مصطفى الناس اللي كان بتقول لا احنا عايزين نجيب مثلا محترام للجميع للجميع طب محمد صبحي من حارس باركو من الحراس الجايدين جدا في الدور محمد صبحي قد جدا عايزين نجيب محمد صبحي عايزين نجيب محمود جاد مثلا من امبي لا المشكلة ان دول حظهم الاتنين دولة ان لعبوا بدري في اندية غير النادي الاهلي يعني محمد صبحي انا كنت موجود كنت مدربة فريق اول في بطرجت صبحي كان معايا وجاد في امبي لعبوا بدري لانهما في اندية مهم فرصة لكن مصطفى شوبير حظه واحد شانه وجي في النادي الاهلي مش حظه واحد شعني اللي يعني حظه عشان مع موجود حارس مرمى رقم واحد في مصر محمد الشناوي فرصته في اللعب كانت قليلة لكن لو مصطفى شوبير برا النادي الاهلي ولعب زي محمد صبحي وجاد في اندية تانية كنا هنبدأ نقول دوقتي لا احنا عايزين مصطفى شوبير عايزين يجو النادي الاهلي فانا ما عنديش مشكلة في حراسة مرمى النادي الاهلي في ظل الشناوي في ظل مصطفى شوبير في ظل علي اللطفي ففي نشئين كويسين هنبدأ مجلس زراطة النادي الاهلي مع الجهاز الفني اللي هو هيقيم الفترة اللي فات ده مش قراري ده قرار مجلس دارة هل الجهاز الفني ده يستحق انه هو يتواجد الفترة الجاي هو مع طموح جمهور مدل الان دي النقطة اللي كنا عايزين نقف مع حضرتك عنها وعلى ذكر المصدومية اللي احنا بنتكلم عنها حصلت مع بعض اللعيبة في توقيتات معينة هو تظلم برضو لحد كبير نفس الكلام ينطبخ على سوارت لانه هو التوقيت اللي جاي فيه والزروف والملابسات والاهم من ده كله الوضع اللي هو جيه عليه اكيد ما هواش الامثل واكيد ما يساعدش اي واحد مستجد مش هو الطبيعي فحنا عايزين نقف شوية برضو عند السوارش بعد إذنك بس خلينا نطلع في مصد سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك تفضل وقفنا في الكلام مع كابتن احمد عبد الفتاح اللي منوارنا في حلقتنا النهاردة عند التفصيلة بتاعة المدير الفني وفكرة ان السوارش يعني الزروف والملابسات والتوقيت والوضع اللي هو جيه عليه كل تفصيلة منهم على حدة ما كانتش هي الامثل فبالتالي هل الحكم عليه دلوقتي يبقى حكم جائر وظالم لان هو لسه من راجل ما خدش وقته ما خدش فرصته كمالة ولا جيه على وضع سوي ولا في وجهة نظر تانية بتقول ان مهما كانت الظروف الملابسات المدير الفني اللي هو على مزاجك بتبنلو ولو حتى امارات بسيطة فحديك شايف ايه في الحكاية دي بص العقلية الاحترافية او الناس اللي بتشتغل صح الرجل ده خارج التقييم ليه؟ لانه وجيه في الظروف مش طبيعية طبعا لعبة النادياني ممكنش في حالتها بعد كده لعبة النادي الاهلي كلها ارتاحت بدأ يلعب بالناشئين فمش معقولة في وسط كل الظروف دي احنا متقيمه صعب صعب جدا صعب صعب جدا لكن في مشكلة كبيرة جدا مع جمهير النادي الاهلي القبول اللي بيحصل بينك وبين اولا كلاب او كمدرب القبول بينه بالنادي الاهلي بعيد شوية خلاص يعني تعرف جمهور النادي الاهلي عنده العاطفة شوية المكسب بيقرب القبول دا على عكس مسيماني كان فيه عشان ابتدت بنجاحات اللي بيبتدي بنجاحات تبدأ تقرب بينك وفينا عيبة تطورت على ايد مسيماني بردو لكن لما تيجي النتائج مهزوزة اللي عيبة تعبانة بس برضه هو ملوس زم في الحاجات دي بس هو انا مش عايز اقولها كده بالبلدي هو اللي شال الليلة هو اللي شال الليلة لان جمهور النادي الاهلي تعود على مكسب ما بيفكرش مين السبب في اللي حصل دا كله هيحط العوامل الاولنية المدير فني تاني حاجة اللعيبة ما بيبصش كالظروف اللي حصلت الفترات اللي فاتت ازاي لعبت النادي الاهلي مجهدة وبتلعب في كام بطولة وتلات مواصم متلاحقة في ظل ظروف الكورونا وبتفوز ببطولات كبيرة جدا وبتفوز ببطولات افريقيا مرتين وتلات تلات تنديات عالم مرتين لكن بتيجي بالاخر بتشوف النهاية الوحشة كانت على ايد مستر سوارش بس مش هو برضه انا برجع اقول مش هو السبب بس هي دي المشكلة لو جمهور النادي الاهلي قاعد شوية وفكر يقول لا الرجل ده فعلا ما خادش فرطته صح هل اختياره من مجل لزارة النادي الاهلي هل هو يستحق ووجوده على القائدة الفنية للنادي الاهلي اتمنى النادي الاهلي طبعا كل الناس اللي بتشتغل الفترة دي مع وجود بقى زي ما بقول كل واحده تقريره كان مدير فني تقريره كان مجلس دوارة تقريره كان لجنة فنية كل ده هيكتب تقريره وفي الاخر ان شاء الله نوصل للقرار الصحيح نتمنى دارك وعلى كل حال مبارح كان افضل مشهد للجماهير الاهلوية المصرية اللي بتقولك او دي فيها رسالة على فكرة كل حاجة لازم الواحد يحللها في رسالة ضمنية كبيرة جدا بتأكد لك قد ايه جماهير النادي الاهلي مهما حصل اه انا تالت الدوري على فكرة انا تالت الدوري بس انا النادي الاهلي برضو تعال بص في تاريخ بطولاتك بطولاتي بعدين تعالى نتكلم مش الناس اللي عملت زيد بس بيعصبوني انا تالت الدوري بس انا النادي الاهلي تمام كده تاريخك وتاريخي ونتكلم فمبارح كان بجد مشهد رائع جدا النادي الاهلي مش مهمة خالص انا معاك اختملي الموسم ده حتمتهولي حلو قوي انا معاك في الموسم الجاي فرحني بقى فرحنا وكلنا منتظرين ان شاء الله النادي الاهلي فرحنا وان شاء الله يبقى موسم كمان فيه تنافس قوي وموسم تقيل وعايزين نشوف قرة مصرية متطورة فنتمنى ذلك ووثقين في النادي الاهلي ووثقين في مجلس الإدارة وفي الإدارة الفنية كل الخير بإذن الله نورتنا كابتن أحمد ونتقابل طبعا في موسم بقى ان شاء الله لما يبدأ كمان وقابليه بس نبقى بنتكلم بقى في كلام تاني خالص كلام أفضل بكتير اخر حاجة عايزة أقولها بشكر كابتن أوليد سليمان على الفترة اللي فاتت نجمي من نجوم 10 سنة من التقلق نجمي من نجوم النادي الاهلي أنا عشرته كلاعب في الملعب بلعب ضدي في وترجيت في أمبي وأخيرا في النادي الاهلي فعلا لعب سوم ووصفات خاصة نقول آخر جيل أبو تريكا والجمعة والجيل الكبير ده بشكره من هنا وبقوله بحبك أوليد فعلا أنت من شخصات جميلة جدا وبأتمنى لك بالتوفيق في القرارة التي ستأخذه بقى هتكمل إداري مدرب إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله بإذن الله بإذن الله نضم صوتنا لصوت حضرتك وبنتمنى له كل النجاح والتوفيق إن شاء الله وبنشكرك على وجودك معنا نورتنا في حلقتنا النهاردة وإن شاء الله نشوفك على خير هنطلع فاصل أخير بقى يا حضرات ونرجع عشان نهواندة تستقبل دكتورة دين عبدالسعود وحوار يهم كثير جدا منكم السمنة يا بي حالتكلم نورتنا عن السمنة وأضرار السمنة وعلى فكرة بقى فيها إحصائية مش حلوة السمنة من أسباب الوفيات بدرجة كبيرة هي السمنة يعني حضراتكم في ناس لسا عندها هذه الثقافة اللي أقول لك يا أصلا عايزي بقى شكل حلو شكل كيوت الموضوع عرفها هي شوية الموضوع مشوفها هي خالص السمنة في رقم معين أو في وزن معين قد تؤدي إلى الوفاة تبعوني أن هي أعتقد تكون فكرة مهمة جدا بعد الفاصل اشتركوا في القناة